أشاق السفر في كل مكان تحياتي لكم اليوم نذهب إلى التسوق الذي يمكن أن يتحدث الكثير من الناس سوف نتحدث عن تسوق الملابس النسائية الفساتين بالإضافة حتى المكان فيه تسوق جملة لها الشغلات وشغلات ملابس في شكل عام سوف نتحدث عنها منطقة اسمها عصمان بي عصمان بي منطقة تجارية كبيرة شارع كبير في ششلي فيه كثير محلات وبنفس الوقت فيه أماكن جملة موجودة في الإضافة كمان سوف نتحدث عن منطقة ثانية ومنطقة ثالث سنذهب عليها نرى حتى اللي حابين شغل تسوق الكلاس الراقي اللي فيه براندات العالمية الغالية سنذهب عليها لأن الفيديو سيكون كثير مفيد للناس اللي حابة فعلا تتسوق وخاصة بدلات الأعراس والشغلات سنرى اليوم بالفيديو سيفيدكم سيفيدكم هذا الشارع 19 أيار هذا عبارة عن محلات تجارية مثل نسي واي كيكي هذا ماركة تجارية كركية لديها ملابس مشكلة ونفس الوقت أسعار اقتصادية الجودة من الأول وسط هذا الشارع كامل اسمه 19 أيار أسهل طريقة للوصول له هي عن طريق المترو اسمه أثمان بيل محطة حكتبكم عن طريق M2 وهو صاير مثل شارع مشتمر طبعا نهاية الشارع لهون ربعا ساعة تلت ساعة تصل على مول جواهر وهو كمان مول كامل تسوه فكمان في فيديو حتكم عليه خاص بهذا الهون فمتل ما شايفين شلون هيك هي بارعا محلات تجارية على مين وعلى يسار حالا كمان شوح نشوف المحلات الملابس متل ما هون شايفين شلون حتى مكتوب العربي تخفيضات كبرى المدخل من هون كل الشغلات الفخمة حتى الرجالي والنسائي موجودة هون هذا مثلا هون عامل سبعين في المية خصومات بامبي اسمه بامبي تد ليبيدوس فهون حتى هون في بقى كتير مطاعم في كتير كافيات فممكن واحد يجي يتسوى يأكل ويستمتع هون هاي شايفين كافيات هون على الشوارع فبذكرني في بي عزيزية سليمانية بسوريا الحريقة بمصر بي بالشام فتقريبا حتى شوية بكتب في بعضهم بكتبوا بالعربي طبعا متل ما شايفين هون لسا الشارع مستمر هون بقى محلات احزية خصومات سبعين ثلاثين في المية موجودة هذا الشارع كله هون طبعا نحن الرابع يوم اللي عيد عم نصور فملاحظي انه مو كتير زحمة ولكن المحلات كلها فاتحة شو بتكم بطلاقوا هون خاصة الشغلات البدل الشغلات الملابس النسائية الفساتين كلها موجودة هاي هون سواء كماركات عالمية وحتى ماركات تركية و هلو شايفين اسعار عليها كتير خصومات تلاقي اشيب تسعة وتسعين واقل من هيك حتى هلو شايفين هون محل بالبيع والجمل من بره الاسعار هون مكسر الدنيا بس مو ماركة كتير معروفة ولكن ممكن واضح الاسعار عندكم هذا الجاكت الكامل الشتو بـ 400 ليرة تركي فيه خصومات تقريبا 50% عامل في هذا المكان وبشتغل تقريبا جملة ومفرقة وهذا هون كمان فيه مطاعم حتى تكونوا بالصورة هذا هو محطة المترو هون شايفين علامة الام الأزرق هذا هون محطة المترو بتنزم من هون تطلع وهي المحلات كلها هتكون حواليك وجنبك فساتين سهرة ملابس أحزية كلها بتلعية هون وحتى بعضهم ضحكوا بالعربي شنط ممكن حتى تشوفوها يعني هذا كله موجود هون حتى المحلات المالابراند الكبير كمان موجودة تكون أسعار أرخص طبعا فالملابس التركية صناعة تركية المالابراند عالمي كمان موجود فهو شارع يعني ندر نقول شارع كتير متفرع وفيه كتير ملابس وكتير شغلات ممكن حدا يشتريها ويستمتع فيها وحتى يجي يأكل هون يعني تسوق وأكل فبتكون الموضوع شوي زريب فاكبا نحن مكملين تشوفوا بقى شارع عثمان بي بالكامل وهلا بقى بنا نروح على مكان ثاني بهمكم كتير وكون أصلا قريب من عثمان بي يعني بيجي لهم وكنا نروح لهنيك شكل مباشر هلا برجيكم طبعا هذا الكلزيوني كمان محل معروف تركي ملابس رجالية ونسائية إن شاء الله براند يعني موجود بره في أماكن الثانية في أتوقع حتى بسعودية في منه مكتب دول الخليج في منه فنوعا ما زريف يعني هذا هون بنا نحن عفتوا أقلال لأنه الشارع خويل وانتبار تماشى فيه على كيفك حتى في بيعين البسطات لح الشغلات هاي كمان هاي هون محطة مترو ثبت عثمان باي هذا هون في مطعم كافية على الزاوية انت بدك خلي المحطة بضهرت وتطلع على اليمين عشان تدخل على منطقة اسمه نشان تشي نشان تشي كمان هو شارع تجاري ولكن مستوى أرقى شوي من عثمان باي فبالتالي هذا الشي كما بنعكس على المركات المعروفة والأسعار الموجودة محلات كلها هون خاصة ملابس النسائية موجودة بكثرة هذا نعخلنا بشارع نشان تشي فبالتالي من عصبان باي محلات الشنط الجلديات محلات الأحزي كمان نقدر نقول هو تكملة وحتى ان كل الأسعار تكون مثل نقدر نقول مثل 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 عثمان باي وبالتالي اللي بيجي لهون لازم يجعل نشان تشي لان فرد مرة يشوف الأسعار خاصة فيها خصومات كثيرة موجودة اللي بيجي لهون بحس حاله بوضع مألوف خاصة اللي عايش ببردان الشام سواء سوريا الأردن فلسطين لبنان حتى توقع كل بيكون مألوف في الوضع المنسبة لي الشي المهم لازم تعرفه كشخص جاي لهون نشان تشي أو اسمان باي بسبب له منطقة تجارية وبيجي له ناس من كل الجنسيات فصار حتى فيها كمان نقدر نقول عرب يحكوا عربي بشكل نوعا ما جيد في بعض الأحيان وبعض الأماكن حتى في بعض المحلات كاتبين بالعربي عشان يجذبوا السياح العرب والمشترين العرب فلتبا منطقة منيحة منطقة حلوة وفي كتير عرب حتشوفوهم بالمنطقة هون فأكيد اللي بدو هاي كمان هم محل ورانا للملابس الرجالية فنحن عم نحكي عن تشبيلة كبيرة وتلعب الدور الأكبر لاختيارك المشترين هاي كافيات لديه كافيات ومتنوع أكثر نشانت كلها نحن تجد ملابس اسهائية ملابس رجالية نحن نحن نحكي عن تشكيلة أكبر فعليا والتوقع الأسعار من أشكال محلات وواضح أنها أغلى حبتين بس اخر شي الجودة هي بتلعب الدور الاكبر لاختيارك طبعا متمشان فيه هلا نحن هون باول تقاطع عند نشان تشي هدا اسم الشارع التشويقية تقاطع هون مع النشان تشي هون هاي التشويقية هون كمان شارع تجاري كمان في محلات فباختصار يعني تشويقية صار مرادف لعثمان باي ونشان تشي بناتهم وكلها منطقة تجارية كلها محلات فاللي بيجي لهون يعني عنده ماشي خيارات الله خيارات الله يعني عزيزية واسلمانية يعني عبارة عن ترجمة حرفية له هالمنطقة هاي باسطنبول شايفين شارع تشويقية كنا قبل شوية ننزل هون لتحت منلاقي هذا الشارع اللي ساير متل الشارع اوثنتيك شارع هيك زريف لطيف هون بقى البرندات العالمية مشهورة كتير مثل بيربري بيربري ممكن تلاقي هون ديسا كوليكشن فيه كافي هون جوديفا المعروف الشوكولاتة ماركسان سبينسر متل ما شاهد فيه كتير ريئ يعني اه هيك زريف المكان كلاسي ما قد نقول عنه شوي اكتب من اما كنا شبناها قبل شوي يعني تقريبا ما قد نقول انه هون افخم شي ممكن نشوفه بالنشان تشي هون ريتشي كما هون ريتشي كما ستيفانو ريتشي هون حتى فيه كمان اللي هو المدلات الاعراس هون موجودة كما يعني تلا شوفه ما في محل واحد فيه كل شي بما بعض كل محل فيه تقريبا وضع مختلف شوي كامل كامل هلما تكمل بقى الشارع لنشان تشي نفسه للاخر تبدأ بالبرندات العالمية المشهورة تبدأ تطلع عليك اكتر على الشارع منشوف هللا فيه زارة قريب من هون في شي اسمه سيتيز كمان عبارة عن كمان هي كوراتس تشوف تعريبها تشكيلة اكتر من البراندات العالمية الانترناشنال اكتر ما شايفين هون هي باختصائي صايرة منطقة كبيرة هاي قاب كمان اللي بحبوا البراند العالمية اللي بدي يجي تسوى منا في اسطنبول هون المكان المناسب وهو سيتيز مون عنكم علي هلا انشوفو طبعا نحن هون هلا بسيتيز نشان تشي تجمع الماركات العالمية بمكانة لنقول راقي شوي كمول ولكن هو مول صغي ولكن عبارة عن أدوار كتير يعني اللي يجاع المنطقة جاي لازم يجي يزور هذا المكان لانه كل البراندات العالمية اللي بتكون اياها بتلاقوه في هذا المكان طبعا كما شايفين بانانا ربوبليك، مانجو سامسونايت، هذا هو المور كله من فوق اللي تحب فهو صار متل أدوار صغيرة ولكن يعني تجمع كبير للمركات العالمية وهو البراندات العالمية اللي بحب يشتري من هالأماكن هاي بيكون بيجي لهون سموت سيتيز من الشان تشي هنكتب لكم اياكم مان يا حلو هاي لاكوست تمان هون سواروستي فوق وانهو هذا بآخر المول فوق فيه البطاعة من فاست فود موجودة للي قدوا بصبعت متتصوه ياخد له أكل مثل هذا ار بيز عبارة عن روز بيف يعني كله حسب متل ما شايفين يعني شوبينج وبعدين أكل وبعدين شوبينج وبعدين أكل حتى الثمالة المول نفسه فيه هذا بحق اسمه كاراجا هذا معروف بالأدوات المنزلية كمانا فتقريبا نقولي يعني اللي بيجي على المنطق بيروح العصمان بين شان تشي وعلى المول هذا بكون خلص الموضوع بالنسبة للتجار الأتراك شغلة جدا مهمة إذا كان المحل ماله براند عالمي أو ماركة معروفة فيه كلمة السر ممكن أساسي يعمل للخصم اللي هي اندرم يعني تخفيض اوكي؟ إذا كان بيعرف عربي تخفيضات وإذا ما كان بيعرف كمان انجليزي بس بالتركي اندرم يعني تخفيضات وفيه بعضهم بتجاوبوا بشكل إيجابي صراحة مع هذا الموضوع بيقولك اوكي ممكن نزلك عليها وممكن بعضهم لا بس أكيد عملوها فقط ما هي بتكون للمحلات التركية الصغيرة ويسات البراندات العربية أما بعد ما ايجي جيت لها وبيتك اشتري بالجملة في بعض الأماكن من هذه الأماكن تجدها بالجملة بالعربي أو حتى بالإنجليزي أما إذا بدك بالجملة الجملة في منطقة اسمها ميرتر ميرتر سأخبركم اسمها تحت منطقة بتروح عليها بالمتروبوس أو إذا معك سيارة هناك مصانع الشركات هناك عبارة عن تجار كبار سأضع لكم الموقع تبعها لأي حدا بدي يروح على الميرتر أو بدي يساوي جملة من تركيا هناك أفضل مكان كملابس نحن عم نحكي طبعا ما عم نحكي عن موضوع اللي هو يعني هناك بخصصين في الملابس سواء رجالية نسائية أطفال سأضع لكم الموقع تحت حلوان شالكوستا معنا اليوم بالتسواء والشوبينج يعني أتوقع صار معكم وإشباع شكوا على خير يا أحنا متابعين